استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة في دعم وحماية أبنائها من دوي الهمم أوضح المركز أنه تم تأسيس صندوق عطاء وهو أول صندوق استثمار خيري استهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات دوي الهمم كما أكد أنه تمت إضافة مادة جديدة للقانون الخاص بحقوق الأشخاص دوي الهمم لمعاقبة المتنمر على دوي الهمم مشيرا إلى أنه تم تجهين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية بجودة عالية وأسعار موحدة وكذلك اطلاقوا منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص دوي الهمم للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل